قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة إن خمسين ألف سيد حامل يتعرضن لسوء التغذية والمضاعفات الصحية لعدم توافر مياه الشرب والنظافة الشخصية والطعام والرعاية الصحية وأضاف قدرة أن الوزارة تبدل جهودا حثيثة لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي وأجزاء من المستشفيات الأخرى في شمال غزة مطالبا كل المؤسسات بحماية المنظومة الصحية الفلسطينية ومستشفياتها وتواقمها وضمان وصول المرضى والجرحة إليها دون استهداف من قوات الاحتلال